مرحبا بكم في فقرات أغدوية جديدة معكم هيس ماضي أخصائية التغذية تعتبر الحروب والنزاعات مصدرا رئيسيا للمعاناة الإنسانية ومن بين الفئات الأكثر تأثرا بالظروف الصعبة والنقص في الرعاية الصحية هم الأطفال يتعرض الأطفال في سياق الحروب لعدة تحديات صحية منها انخفاض المناعة تؤثر الحروب على المناعة لدى الأطفال بشكر كبير مثلا تسبب سوء التغذية الحروب قد تؤدي إلى نقص في التغذية ونقص في العناصر الغذائية الأساسية مما يؤثر على نمو وتطور جهاز المناعة لدى الأطفال ثانيا تسبب انتشار الأمراض المعدية الظروف السيئة والنقص في الرعاية الصحية قد يزيدان من انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال مثل الإسهال والتسمم الغذائي والأمراض التنفسية ثالثا تؤدي إلى نقص في التطعيم الحروب تؤدي في بعض الأحيان إلى انقطاع خدمات التطعيم مما يعرض الأطفال لمخاطر أكبر للإصابة بالأمراض المعدية يوجد العديد من المخاطر التي تهدد حياة الأفراد في غزة بسبب انخفاض المناعة ومنها أولا زيادة معدل الإصابة بالأمراض الأطفال دوي المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مما يؤدي إلى الزيادة في معدل الإصابة بالأمراض تانيا مضاعفات صحية انخفاض المناعة يزيد من مخاطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة مثل التهاب الرئتين والتهابات الصحية ثالثا التأثير على التعليم الأمراض المتكررة تضعف قدرة الأطفال في التعليم وتؤثر على تطورهم الشخصي والعقلي كيفية الحد من انخفاض المناعة أولا توفير اللقاحات يجب توفير اللقاحات للأطفال في المناطق المتضررة من الحروب للحفاظ على المناعة ضد الأمراض المعدية ثانيا تحسين التغذية يجب توفير الغذاء الصحي والتغذية الجيدة للأطفال لتعزيز نمو وتطوير جهاز المناعة لديهم ثالثا تقديم الرعاية الصحية ينبغي تحسين وتوفير خدمات الرعاية الصحية للأطفال المتضررين من الحروب لمعالجة الأمراض والمشكلات الصحية انخفاض المناعة بين الأطفال في سياق الحروب يمثل تحديا صحيا خطيرا من الضروري اتخاذ إجراءات فورية للتقليل من هذا الانخفاض من خلال توفير اللقاحات وتحسين التغذية وتقديم الرعاية الصحية يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التعاون من أجل حماية الأطفال والمساهمة في تحقيق أفضل صحة لهم نهاية فقراتنا لهذا اليوم أشكركم على المتابعة ودمتم بصحة وعافية اشتركوا في القناة